بالقروم فالاختي وزويتها بلدية غادي نصوب معاكم واحد السيروم معاجيزة في تدمير شي حاجة اسمتها التجاعد يعني ايا واحدة اختي عندها تجاعد عنيدة قديمة ما كتبغيش تحيد لك ما غليتي ما جربتي في الوصفات وفي الكريمات فاليوم جبت لك سيروم كيمحي وكيدرق وكيغبر شي حاجة اسمتها التجاعد منذ اول استعمال ومهما كانت الحدة دي لدوك تجاعد ومهما كان العمر ديالك يعني سواء جاوز دي ستين سبعين سنة كانوا تجاعد عميقة تجاعد راسخة عانيدة مستحيلة فاليوم غادي نزولوهم ومشيغر هادشي وصافي وانما السيروم ديال اليوم اللي غا نصوبوه بزيت البلدية والقرومفل غادي زولهم وغادي محيهم زايد انه غادي ملأ دوك الخطوط يعني ما غا نكتفيوش غير بالمسح او لبلمحو ديالهم وصافي وانما حتى غادي نملؤوهم بهاد الوصفة ديال هاد السيروم اللي غير بمكونين مكيلة 3 لا 4 لا 5 مكوين فقط بزيت البلدية والقرومفل الوصفة او السيروم اللي كتمنى كل وحدة في البيت دياله فانا اختيج بتوليك حتى البني ديك وكذلك ممكن تدري حتى شي مشاريع صغير وارد تبدي بيها كتسبيع السيرومات غير من دارك ومشي مشي ان شاء الله حتتتكبري المشاريع ديالك وعلى بركة الله حبيباتين دوزول طريقة ديال تحضير طريقة ديال الاستخدام وكذلك حبيباتي ركزو السيكاتخيس لاتخاس تسبوغات نمشو الكلف الحبوب يعني اي مشكلة اختيكان في الوجه ديالك كذلك الخطوط وكذلك الهيلات السوداء وانتفاخ تحت العين خصوصا اللي بنات اللي كيكون عندهم يعني اليسا غنكي يعانو من هاد المنشاكل بزاف فهاد زويتها البلدية والقرومفل قادر على الترطيب وعلاج هاد شي كاملو وكما قلت لكم النتيجة سريعة منذ اول استخدام حبيباتي فعلى بركة الله هندوزوا لطريقة تحضير الاستخدام والاستعمال ولكن قبل ما تنسوناش حبيباتي من اللايكات ديالكم باش ان شاء الله تكونوا سبب باشا بانو هاد الفيديو زيدي وصل عند بزافة المتسبعات لانو في حال هاد السيرومات كيبغيوهم بزاف ديال النساء فاكوني اختي سبب باش تزيد الفيديو وصر ما غتخسر التاشي حاجة قدي غير الضغطي على زر لايك وكذلك اختيش تركي في القناة فعلي زي الجرس خلينا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو هم المواضيع ان شاء الله اللي تبغيني باقتاجي معك اي اتوا حاجة حبيتوا خليوهن في تعليقات وراني خليت لكم النتيجة بخصوص سيروم ديال اليوم ديال زيت البلدية والقروم فالما شاء الله فكيما قلت لكم حبيباتي هاد الوصفة هادي من بين الرخص الوصفات ومن بين اروع الوصفات في نفس الوقت لانها ضغية ضغية حبيبتي كتصوب في رمشة عينه في خمسة ديال دقائق وثمان ديالها يعني رخيص وهي عشبة من عند العطار بمسبة القروم فل او ما يعرف بالمسمار خليوا لنا الاسم دياله عفاكم في جميع الدول العربية الاسم دياله في الجزائر في تونس في ليبيا في العراق في مصر في جميع الدول باش نستفدون بعديتنا ويحنا في المغرب تنقولوا ليه المسمار او لا القروم فل هي عشبة كتواجد عند العطار او لعند العشاب تمن ديالها الخيس لكن الفعالية ديالها زي السحر فبهاد المكون وزيت البلدية وزيت الزيتون ففي اي مكان في الوجيه ديالك في خطوط او في تجاعد عميقة ومستحيلة فغادي ان شاء الله تشيلها لك منذ اول استعمال مهم دياله بغن ندزول طريقة استحضير وطريقة الاستخدام ورغن ندمو ندم عمركم الى ما جربتوهاش والحاضراء اللي بنتعلم لنا الغيبة مهم اول حاجة غادي ناخد واحد الكاسرون ونضع فيها الكميه ديال القرنفل اللي بغيتي يعني كتضيفي الكميه اللي غادي تناسبك وكتضيفي زويتة بلدية زويتة بلدية و القرنفل فقط يعني هدو هما المكوينين اللي كينين مكين ثالث مكين رابع مكين خامس لانو سبارك الله بزاف المتسبعات يطلبوني على وصفات لي فيهم جوج ديال المكونات و لا غير جوج ديال المقادر فالمهم حبيباتين بعد ما ضفنا هدوك القرنفل و هدوك زويتة البلدية غادي نوضع هاد المكوينين هادو معا فوق النار مهيلة ما بين بالنسبة للمودة ما بين خمسة حتى العشرة ديال دقيقة او لخمستاشر دقيقة حتى كيغليفل لول ذاك زويتة البلدية و كتبدأ الترتق و من بعد انفوا لبناء الترتق صافيك تحبسوا عليها باش ما تتحرقش لكم القرنفل و باش ما طلعش ريحة الشيات و يتحرق الزيت لانو لتحرق الزيت رب حلت يش حاجة مدرتوها و مغادركمش و لكل الاسفره مغادنفعكمش فداك الاسرار دي والايه غوثت كنحاول نشاركوهم معاكم باش ما توقعوش في الخطأ ام تباية الحال مويمة غنغلي الوصفة و ندوزوهم مباشرة باش نوريكم الطريقة ديال التطبيق ام تديروا هاد الساغم هادا ديال زيت البلدية و القرنفل ام تغيحي دليكم تجاعيد واش تخرجوا به اشتركوا في القناة و اخليلنا الرأي ديالك و التعليقات ديالك و الاسم ديال القرنفل في جميع الدول العربية و كما تلاحظوا هنا القرنفل و الزيتة البلدية تلتقل بشوية بشوية يعني زيت القرنفل بالول في خمسة دقيقة تلتقل بزيتة البلدية ماشاءالله على القرون في العليا الريحة نشرب حتى دقيقة بارك الله وبدأ هنا يركي الترتق كما تلاحظوا واحد نسمه ماشاءالله طالعه من نكة حمى اشتركوا في القناة ترجمة نانسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللقرون في القناة جاهز الاستخدام قرنفل تلاحظوا انه اطلق ديك الفعالية كاملة فديك الزويتة البلدية سوف نضيف النار كما شوفوا اللون القرنفل يعني كيك حال ديك الفعالية كلها كي تلقها فديك الزويتة البلدية سوف نضيف الوصفة ترتاح سوف نضيف الوصفة تجاعيد سوف تحصل على بشرة بدون تجاعيد وكذلك سوف تملئهم صافية كالحليب الوصفة اقتصادية رخيصة ومعاجزة ما شاء الله عليها المهم حبيبتي سوف نضيف الوصفة ونضبقها معكم سوف نضيف الوصفة سوف نضيف الوصفة سوف نضيف الوصفة الوصفة سوف نضيف الوصفة سوف نضيف الوصفة في البخاخ او الرشاش يتبعون البنات ما بين 4 او 5 درام مغربية ومن الاحسن تاخذ هذه القريعات من عند الجمالة يبيعهم بثمان قليل تاخذهم بجوش درامونس لا تاخذهم 5 درام لكي يكون لديهم يشتري وبعض الأسرار نحاول نشاركوهم كما نقول في هذا المجل يعني هكذا يتبدا تبع منتوجات والصابون والغاسل وبثم الأمور يعني تبدا يغب السيرومات في شو بشو تدخلي بثم منتوجات في الماركت والله يسهل عليكم أجمعين يا رب المهم سنأخذ هذا البخاخ وسنوضعه في هذا السيروم كما هو موضح أمامكم في الفيديو بهذا الشكل هذا 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 هو السيروم اللي بزويتة البلدية او زيت الزيتون والقرنفل او ما يعرف بالمسمار ره ما شاء الله لما نفع المسمار كثير لا تعد ولا تحصى لف تفتيح لف تبيض لف تبارك الله لف علاج البقع لف علاج لاتخاس لف علاج جميع جميع المشاكل حبيباتي عليكم بالقرنفل وزويتة بالديارة ما شاء الله ما شاء الله لديها تجاعد بالنسبة اللي بنات اللي غايقولوا لي ياك واش في الصباح واش في الأشياء فأنا حبيباتي كنديرو جوج مرات في النهار مني كنفق مع الصباح ومني كنبغي النعس بواحد ربع ساعة كنطبقوا يعني جوجت المرات في النهار ولكن نراها رائع واقتصادي وصيروم كما كان قلوه لا في القضاء على التجاعد لا في القضاء على تسبوغات لن مش للكلف للحبوب لا اي مشكلة اختي عندك عليك بالسيروم ديال القرنفل وزويتة بالديا مهم انا نطبق معاكم بحالكة يا كتبقوه كما تلاحظوا وكتبداو الدهنو بحال شكل هذا على اي منطقة في الوجال العنق اليدين مهم اي منطقة في الجسم كتبقوه عليها وكتخليوه كما كنقولو حنا يا انشف او ليجف مزيان مزيان احتى كتمتصو البشرة بهاد شكل هذا يعني كتبقوه الدهنو 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 تعاودو باش هذيك البلاسة اللي فيها التجاعد تملأ بهذا السيروم هذا يعني دهنو وعاودو دهنو وعاودو حتى كتبقى اللمعة بحالكة كتبليكم يشيل مياه هكذا يخفيفة فصفيك تحبسو هذا هو السيروم البنات كما قلوه ولكنتو غتخرجو الصباح الزنقة وغتعاودو الاشيعة الشمس من الاحسن تديرو الواقي الشمسي او لقع ما تديروش حتى اللي لقع من ورا المغرب وديروه ممكن تخرجو ديك الساعة ماشي اشكال وكان في الصباح ضروري ما تديرو الواقي الشمسي لانو السيروم او الكريمات او فازلين اللي درتو وخرجو الشمس كتكونوا عرضة الاشيعة الشمس مباشرة كتكونوا عانيدين كما قلوه كتكونوا عانيدين حتى لو تجاوز دي سين ستين او سبعين سنة من عمرك اقوى سيروم في العالم كله لشد التجاعد وتحفيز مادة الكولاجين وازالة الخطوط العانيدة وكذلك اقوى من البوتوكس والفيلر ستجعلين ان شاء الله وان شاء الله ستجعلين ان شاء الله ستصغري البشرة بوحدة عشر سنين الى عشرين سنين ان شاء الله كما قلوه حاضر اتعلم الغيبه وانا ما جربتوش هاد الساقون القرنفل وزويتة بلدية اللي كما قلت لكم ما شاء الله عليه في المقادر دياله يعني القرنفل تاخدي واحد جدرام و ثلاث جدرام وكذلك الزويتة البلدية ما تخططها شي دارت بارك الله يعني مكونات اللي هما زوينين ارخاص اقتصاديين اهم حاجة انك منذ اول استعمالت قدري تعالجي هاد الشي كامله منذ اول استعمالت قدري تبيدي تفتحي تعالجي البقامة وتعالجي جميع المشاكل وبصحتكم وراحتكم طبعي الحل مسبقا تمنى هاد الفيديو نرده ديالكم كما قلوه احنا الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عنا باللايكات تشتركوا في القناة تفعلوا زي الجرس خلبنا تعليقات ديالكم اقتراحات ديالكم سفسارات ديالكم شنو الموضوع ان شاء الله لتبخوني باختاجي معاكم اي موضوع اي سيجي سبخوني ينشاركو معاكم فالحمدلله نرى هالإشارة حاضر النظرة باش نبخ تاجي معاكم اي حاجة احبيتوها وبغيتوها وده بغتي نقول لكم شحالت الوقت باش كتحييد لكم تجاعد فهي البنات منذ اول استعمال وكي ما كنقوله رشة واحدة كتمحي لكم التجاعد ولكن تجاعد اللي يعني صافي ما تبقى حتى شي كي ما كنقوله خط واحد فكتدوموا عليها من نهار الولح تلت ثلاث يام على القليلة اما هي ممكن تدوم عليها سيمانات الدوم عليها شهر الدوم عليها شهرين الدوم عليها مدى الحياة فراحة الله البنات لأم دي لي ما كيخطاعها ان فاكتفق قديروا ان فاكتبيتنعس قديروا قديروا جمرات في النهار تهيلات جددية اللي الحمدلله ما عندهم مش خط واحد فالوجيه ديالهم كذلك مشيغلوا جاكي دل اي منطقة كيزو السيكات خيصلات خاصة تسبوغات النمش والكلف ماشي بالشرط غير تجاعد هادشي اللي كاين وهذه هي الوصفة ديال الثاغوم السحري لعلاج تجاعد علاج تسبوغات علاج نمش والكلف علاج الحبوب علاج جميع جميع المشاكل لانتمنى حبيبتي هذا الفيديونا الردى دلكم من الاعجاب دلكم ماذا بخلوش عنا باللايك هاس يعنو اللايك هاس كتزيدوا تدعمونا بهم وتزيدوا تشجعونا بهم الحمدلله الاشتراك كذلك البنات في القناة وفعلوا زي الجرس باش ان شاء الله يبقى اي فيديو شاركتو معاكم يوصلك ديك ساعة الاشعار وخليلنا الاسم ديال القرون فول في جميع الدوان ان شاء الله العربية باش نستفدو جميع وبصحة ورحة انتلقى معاكم في فيديوهات مقبلة بسلامة